موسيقى أحبائي المشاهدين الله معكم بيسعدنا أنه التقى فيكم بهذه الحلقة من برنامجنا البابا بنيديكتوس السادس عشر ولبنان حتى تابع أنا وياكم مقتطفات من الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط يلي وقعوا البابا الراحل في لبنان في بازيليك القديس بولوس في حريصة يوم عيد ارتفاع الصليب المقدس بـ 14 أيلول من العام 2012 في آخر زيارة رسولية قام فيها إلى دول العالم وكانت وشاء أن تكون إلى لبنان بهالقصم أو بهذه الحلقة بدي أتكلم أنا وياكم على الشركة والشهادة كيف أراد البابا بنيديكتوس أن تكون معيوشة بقلب واحد لأنه انطلق من كلام أعمال الرسل وكان جماعة المؤمنين قلبا واحدا وروحا واحدا هون رح يتكلم على أهمية الحضور الكنسي وبهذا الحضور الكنسي أو ما يسمى بالإكليزيولوجي أو الإكليزيولوجيا سيتكلم على دور كل من البطاركة الأساقفة الكهنة والشمامسة والإكلريكيين بالإضافة إلى أبناء الحياة المكرسة بيقول البابا كبداية بيقول أنه مهم جدا أنه نعرف أنه الإكليزيولوجيا أو الحضور الكنسي هو دافع عليه أن يكون بالنسبة لكل واحد مننا لكي يعود فيكتشف خاصيته ما يجعله خاصا مميزا بالإضافة إلى غنى الهوية المسيحية الكاثوليكية يلي عم يحملها في أرض الشرق هذه الأرض التي شهدت على تأنس تجسد المسيح ومثل ما قالنا بالقسم اللي شفناه سابقا بالحلقة السابقة هي المكان الذي كان شاهدا على موت وقيامة المسيح هذه الشركة والشهادة بيبدأ أولا من الدور المنوط بالبطاريكة بيقول البابا بنيديكتوس البطاريكة هن العلامة المنظورة المرجعية الأساسية هن حراس الشركة الذين عليهم أن يكونوا يقضين وساهرين على القطيع بحسب إرادة الله بنفس الوقت لعليهم أن يكونوا خدام للوحدة وهن أن يمارسوا الخدمة خدمة الآخر بواسطة المحبة المحبة المعاشة بضيف البابا بأنه أنا بعرف بأنه لبطاريكة الشرق هناك شركة تامة مع خليفة القديس بطرس مع أسقف روما وهذه الشراكة يجب علينا أن نعمل على تعزيزة وعلى جعلة شاهدة للتضامن بالإضافة لأنه على البطاريكة أن يعززوا الشركة فيما بينهم وتضامنهم فيما بينهم تحديدا داخل مجلس بطاريكة الشرق الكاتوليك ومختلف السينودوسات البطاريكية وهون سيطلب البابا من البطاريكة ومن كل بطاريكة تحديدا بيقول ليسعى البطاريكة من أجل مصداقية شهادته إلى العدالة والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة بالإضافة إلى عيش حياة متواضعة على مثال المسيح الذي افتقر لنغتني كلنا سوا بفقره بضيف البابا أنه الاقتداء في المسيح بيستدعي من كل بطاريك مثل ما كان المسيح يسير في جميع المدن والقرى لنشر رسالته أن يقوم البطاريك بزيارة رعوية إلى مقاطعاته الكنسية وليفعل ذلك بضيف ليس فقط لممارسة حقه وواجبه في السهر إنما ليشهد أيضا على المحبة الأخوية والأبوية التي تربط الأبناء ببعض البعض والتي تربط له مع سائر الكهنة والمؤمنين العلمانيين وبضيف البابا تحديدا مع الفقراء والمرضى والمهمشين والذين يتألمون روحيا بالنسبة إلى الأساقفة رح يعطي نفس التوصيف الذي أعطيه للبطاريك ولكن سيضيف بأنه بفضل سيامته الأسقفية فالأسقف يعتبر راعي لجماعة محلية تحديدا من خلال خدمة التعليم والتقديس والتدبير وهون يربط البابا بنيديكتوس بين الأساقفة والبطاريكة ليقول أنه كلهم هن علامات منظورة للوحدة في التنوع هذا هو جسد المسيح والدعوة لألون للأساقفة لتعزيز حياة الشركة والخدمة من الأهمية الملقاة على عاطق الأساقفة أهمية التجدد في أنفسهم ويكونوا يقيذين في الصلاة التجرد البذل والإصغاء وبضيف البابا أنه كل هذه الأمور في البساطة والفقر والتواضع هي تؤكد توطد عيش الدفاع عن الحقيقة والعدل والأخلاق وقضايا الدعفاء هذه الأمور ملقاة على عاطق الأساقفة وبضيف البابا منطلاقا من هون أنا أدعو أساقفة الشرق لإظهار اهتمامهم بجميع المؤمنين المسيحيين اللي تحت سلطتهم أيا كانت جنسيتهم أو انتماءهم الكنسي وكذلك عليهم أن يعطوا اهتمام بالذين لا يوظبون على الممارسات الدينية أو الذين ابتعدوا عن عيش الإيمان المسيحي ولا يعلنون هذا الإيمان وبضيف البابا بالنسبة للإدارة إدارة الكنيسة الزمنية بيقول على الأساقفة أنه يهتموا بكل شفافية بإدارة الخيرات الزمنية للكنيسة وعلى الأسقف أن يعلم بأنه خادم الله هو وكيل أسرار الله وبأنه الإدارة الأمينة والمتجردة هي للسهر كي يضمن الأسقف للكهنة معاونيون الأولين يضمن لهم معيشة كريمة لكي لا يضيعوا الكهنة في البحث عما هو زمني وبضيف البابا كلام واضح جدا بيقول من يساعد فقيرا يربح السماء وانطلاقا من هون بيقول من الضروري أن تصبح الخيرات الزمنية للكنيسة مكانا فاعلا لرسالة يسوع المحررة يلي قالنا روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين لأنادي للأسرة بالحرية للعميان بعودة البصيرة ولأحرر المظلمين وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه يبقى عنا أحبائي الكهنة الشمامسة والإكلريكيين والحياة وأبناء وبنات الحياة المكرسة بيقول البابا بنيديكتوس بأن الكاهن يصبح شبيها بالمسيح وهو يعاون البطريارك ويعاون بنفس الوقت الأساقفة وهذه المهمة هذه الرسالة هي رسالة دائمة وهذه الرسالة الدائمة تستلزم تنشئة لهوتية وروحية متواصلة إلى جانب التجديد الفكري والروحي الدائم وبيقول التبتل يشدد البابا بنيديكتوس على أهمية التبتل الكهنوتي يلي بيعتبره عطية من عطايا الله للكنيسة وبيقول أنه خلي ببالكن دعوة سموئيل الشاب لحتى نعرف بأن البشر هن بحاجة إلى مرشدين يقضين لمساعدتهم في تمييز مشيئة الرب والإجابة عليها أما بالنسبة إلى أبناء وبنات الحياة المكرسة يعني الراهبات والرهبان فبيقول البابا بنيديكتوس في إرشاده الرسولي بأن الحياة الرهبانية ولدت عندكم في الشرق الأوسط وهي في أصل بعض الكنائس الموجودة تحديدا الكنيسة المارونية اللي كان أساسها هو رهباني وبيقول الحياة المكرسة التأملية والرسولية تستدعي أنه الراهبات والرهبان أن يسعوا لاتباع المسيح بطريقة عميقة وكعطية تنطلق من الروح القدس وبيقول أناشدكم أنتم جميع المدعوين لاتباع المسيح في الحياة الرهبانية في الشرق الأوسط إلى أن تجذبكم دوما كلمة الله مثل إرمية النبي وأن تحافظ عليها في قلبكم كنار تحرق ولا تملوا أبدا من الإجابة على نداءات رجال ونساء عصرنا يلي بدهم مرشدين إلى الطريق والمعنى العميق لوجودهم أحبائي المشاهدين مثل ما لاحظنا مسئولية كبرى أعطاها البابا بنيديكتوس في الإرشاد الرسولي الكنيسة في الشرق الأوسط لكل حدا من أبناء الكنيسة لكي يقوم برسالته على أكمل وجه في الشركة والشهادة وأنا بلتأى فيكم بحلقة مقبلة ترجمة نانسي قنقر